رحيم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفيديو جديد اللي غدا نطرق فيه الدرس التفاعلات الحمدية القاعدية اذا نبدأ درسنا باعطاء مجموعة التعريف الاساسية لبناء الدرس اذا التعريف الاول هو تعريف الحمد حسب برونشتد وشيري الى انه عندي مجموعة من التعريف الاخرى اللي غادي تكون عندكم فرصة بششوفها فيما بعد عادي نطرق ان شاء الله في الدرس ديرنا التعريف الحمد حسب برونشتد ما هو الحمد الحمد ببساطة هو كل نوع كيميائي قادر على فقدان على الاقل اذا البروتون اش بلوس هالرمز دياله ماذا نقول على الاقل معناه خلال واحد تفاعل كيميائي ممكن يفقد واحد او disparا او ثلاثة او ربعة يعني عى الاقل واحد خلال تحول كيميائي اذا تعريف الحمد الحمد يفقد اخلاس هي الفقيد اي اخلاس تعريف القاعدة عندي الحمد وعندنا ما يسمى للقاعدة القاعدة القاعدة العكس ديال الى القاعدته عسب برونشتد اذا كان الحمد تفقد. إذن القاعدة كما اتلاحظه هنا اكتساب القاعدة حسب برونشتاد هي كل نوع كيميائي قادر على اكتساب بروتون على الاقل خلال تفاعل او تحول كيميائي. نعم. إذن عندما نزل ما يسمى بمززوجة حمد قاعدة. ماذا اقصد بمززوجة حمد قاعدة تابعه معي لنفع. إذن الحمد كما اتطرقنا سابقا قلنا هو كل نوع كيميائي قادر على انه يفقد بروتون اش برونش. إذن هنا سننشير الرمز للحمد. اختار نسميته A. اذا قال اللي كان قصد به هنا نرى فيها مجموعة من الدراج. مش درية واحدة. مجموعة من الدراج. إذن عندي الحمد A. هنا سننشير جوجة للأسهم. هنا تنديل القاعدة المرافقة له. هنسميها ببي. وهنا هنديل اش بريس. لاحظ معي ايش ندرس. إذن نشوف A هو الحمد. A هو الحمد. B هي القاعدة. والاخر هو بروتون اش بريس. لاحظ معي. لاحظ ما يدب في هاته السهم هذا. لاحظ معي في السهم واحد. فوق. جوجة الجيش. اللي مشينا فات السهم من الفوق. A. اشنو اعطانا. A فقدات لي. حرات لي. اش بريس. لاحظ معي. A. اعطتني ببي زائد اش بريس. إذن لمشي لها في السهم رقم واحد. إذن الحمد هو اللي فقدت هذا. الحمد هو A. فقد. اعطاني ببي. وعطاني اش بريس. حرر لي اش بريس. في حين. إذا لمشيت في السهم رقم جوش. لاحظ. عندي ببي. اش بريس. ما Yongan. بترتابط معاها أش بريس. رقم وكتحول لها في قاعدة. اذاBye. اكتسبت لها أش بريس وتحولت السهيد ببي. فقدات لها أش بريس وتحولت السهيد. إذا اللي كتبت هنا. هذه كنتم هو نصف معادلة. نصف معادلة. حمد قاعدة. حمد قاعدة. حمد. قاعدة. نصف معادلة. إذا شوف. بعد ما كنتكتب نسم معادلة حمد قاعدة عندي ما يسمى بمزدوجة حمد قاعدة ماذا أقصد مزدوجة حمد قاعدة ببساطة دي مثلا نكتب حالك لاحظ ما مزدوجة حمد قاعدة حالك حمد تنكتبه على اليسار القاعدة هنا اليمي نضع مزدوجة حمد قاعدة في هذه الحالة نضع أمثلة لكي نكتبها بشكل جيد للمزدوجة حمد قاعدة نكتبها هنا أ لأنه هو الحمد نضع سهم الحالكة ونضع القاعدة المرافقة له وهي ببي تفقين ممكن نضع المثال الأول وهو المثال الأول مثال بساطة ونضع مجموعة هذه الأمثلة المثال واحد المثال الأول وهو مزدوجة حقوبة الحمد قاعدة حمد قاعدة حمد قاعدة حمد قاعدة هاي اشبي زولتها اذا ما يبقى لي هنا بتبقى لي ساي اش ثلاثة ساي او او ولكن لاحظ معي خصوص دروري تكون موه ببساطة يكون عدي الحيات ما معنى الحيات لاحظ معي هنا نحن الاجمالية السفر هنا عندك اشارة ساليبة خصوصة اشارة موجابة نحن الاجمالية السفر ساي خصوصة اشارة موجابة تحول لي ساي اش ثلاثة ساي او او موه لاحظ معي افضل اش فقط تحييض اش بلوس اذا اكترار دروري اذا ان هنا اذا المثال الاول نكسب موز ازدوجية حمد قاعدة فالحالة نحن تكلم بصفة عامة ا ا اي اذا ا هو الشر ثلاثة ساي او اش على القاعدة هنا. هنا دي اش تلاتة سي او او موان. هذي مززوجة لاحظ الحمض قاعدة على يمي. مززوجة حمض قاعدة. وزوجة حمض قاعدة. تفقين. اذا المرضى بنعطي امتيلا لبعض مززوجة حمض قاعدة. مرة نعطيكم المززوجة ونجدوك منها نصف معاذلة او ممكن نقصد نصف معاذلة ونجدوك المززوجة. اذا نريد ان نمروا الاعطاء بعد الامتيلا باش نفهمه مزيان ماذا نقصده بالحمض القاعدة ومززوجة حمض قاعدة ونصف معاذلة تفعل. اذا اللي لاحظتم معي هنا مرة كنعطيكم مززوجة حمض على اليسار كيف ما قلنا قاعدة اليمن. مطلب hopping هو ان نتلقى الحمض ونتلقى القاعدة وطلق�eline runners مع إενosition معدة للتفاعل. يعني لعطني المززوجة. او ممكن يعطني الحمض ونجبد المززوجة والقاعدة ونجبد للتفاعل او ممكن تعطيني القاعدة ونجب esse من الجدول. ممكن يعطي نصف معاذلة التفاعل. اذا هذا الأمثلة اللي قدرت الغاية أو الهدف منهم هو أنني ممكن أنني نعرف هذا بربعة عن طريق معرفة واحد فيهم على الأقل نعرف واحد فيهم معطيه لي وممكن نتميم أو نلقى جميع الأشياء الأخرى إذن هنا الميتار هو اللي قدرت كبيرا لدي الحمد إذن الحمد، ما هو الحمد؟ هو اللي كان هنا إذن هنا نستعمل لون مغير بلا الخضر هم المعطيات والحمر هم الإجابات إذن عندي الحمد، القاعدة هي اللي على اليومية أفواً، وهو الحمد إذن نسمو على التفاعل نكتب الحمد، ها هو سهماً، نقاعدة سهماً، نقاعدة سهماً، زائد في نفس السطر مقاشلية في الكتب زائد بروتون أش بلس، إذن لاحظوا معي ديما البروتون أش بلس كان هنا القاعدة ديما البروتون أش بلس حتو 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 قاعدة في نسم معدلة التفاعل دون مرور ميتال رقم جوج إذن ميتال رقم جوج أعطاني الحمد إذن نلقى المزدوجة دون المرور من نسم معدلة التفاعل يعني هو أنصح بالنسبة للشخص أو التلميذ بقي الله بدا ف الدرس دي التفاعلة حمد قاعدة أنه يصبق نسم معدلة التفاعل هي اللولا تلاقنا المعرفة الحمد أو القاعدة وبعد ذلك يجب منها المزدوجة حمد قاعدة إذن الطريقة هي هذه إذن عندي أعطاني الحمد هاو ان اش كات بلس نديره على اليسار سهمان ونحط بروتون أش بلس ديما أخصي فقط بروتون أش بلس شكل يبقى ليه لاحظ معي نشالي واحد أش إذن بيبقى ليه ثلاثة لاحظ معي هنا لا يمكننا أن نقوم بروتونه كيف يحظ السابق هذا قبيلة لم يكن لديه إشارة لديه إشارة سالبة هذا لديه إشارة سالبة إذن هذه الإشارة الموجبات إذن إشارة الموجبات تبقى ليه ثلاثة لاحظة فهمت ما قصد الوصول لديه إشارة لديه إشارة للحفاظ العدد والعنصر لاحظت عن الحفاظ العدد والعنصر ويشتر General نعود مسرحة يمكننا أن الحفاظ العنصر معناه لديه ازوج إن لديه اذوج درات لديه الدرات الحفاظ العنصر حفاظ العدد ما قصد العدد عندي دررررررررررررررر فنن هنا عندي هنا 4 نسيب شيحنة ذلك عندي هنا 4 عندي 3 هي ربعة وعندي ثلاثةض الهيدروجين هنا أزادهم خورة هي ربعةEr عندك وحدة اضع وحدة اضع ربعة هيدروجين ربعةOh إذا حفاظ العنصر محقق عندنا ن هناكسن حفاظ العدد ثم محقق ربعة شو يبقى ربعة شو توقع حفاظ الشحنة Asline ه WW3 أتبقى هنا شحنة موجبة هاي الفوق هنا الي كان بقي الشحن الإجملية الى سفر وهنا عندك شحنة موجبة إذن شحن موجبه هنا وشحن موجبه هنا إذن هنا ملك القانس معادلة رفي سالة القاعدة هي 1H plus هي NH3 ومزدوجة هي NH4 plus وضع ضيم الحم هنا وضع القاعدة NH3 مزيد إذا ندزل الميزة الآخر هو هنا أعطني القاعدة هنا ممكن توقفوا الفيديو تحاولوا معها البقية لكي تساعدوا مزيد من المحتوى في الفيديو إذن هنا أعطني القاعدة هنا أعطني القاعدة إذن نحط دابة نسبة معادلة هاي إن أو ثلاثة مواء مخصيش ندير دابة هنا خصي ندير هنا ندير إن أو ثلاثة مواء هنزيدها أش بليس إذن في نظركم شكونا هو الحمد الحمد خصيك جمعه إذن عندي أش إن أو ثلاثة بدون إشارة لأن الساليب مع الموجب هنا أعطني أش إن أو ثلاثة ندير هنا أش إن أو ثلاثة والقاتل هي المزدوجة إذن المزدوجة خصي ندير دابة الحمد هنا ها هو أش إن أو ثلاثة والقاعدة هي إن أو ثلاثة أمور ماذا يعني؟ ندير هنا المثال الأخر هنا أعطني المزدوجة أعطني المزدوجة بسهل علي نجبد الحمد ونجبد القاعدة ونجبد نسموه على التفاعل الأصعب هو يعطي الحمد أو القاعدة وتلقى البقية إذن هنا الحمد ديالنا هو إن أو جوج إن أو جوج قاعدة هي إن أو ثلاثة والمزدوجة المسائلة اللي كتلكم ديالنا حفاظ العنصر والعدد والشحن ديما عاود أمشي لكلهم في نسب معادلة التفاعل عاود تأكد من المسائلة اللي كانت صرحت لك سابق إذن دابة أعطاني نسم معادلة التفاعل وطلب مني نجبد المزدوجة والحمد والقاعدة إذن هنا هو الحمد؟ الحمد هو اللي كيهن إذن دابداب نسم معادلة أو عفوا المزدوجة إذن نحط الحمد ديالي هو سي أش ثلاثة إن أش ثلاثة زائد ما تخلقكم ش طول ديالو قال ينا عندي سي أش ثلاثة إن أش جوج إذن هنا الحمد ديالنا هو هذا هو سي أش ثلاثة إن أش ثلاثة بلوس والقاعدة ديالنا هي سي أش ثلاثة إن أش جوج وتأكدوا من هذه المسألة هذا كان موجب هدرا بحل إن أش كات بلوس لاحظ لقد عدنا سي أش ثلاثة إن أش جوج نقصنا منه واحد أش في الأخر في الطرف وعنده إشارة موجبة أش بلوس حال هذا هذا اللي الفوق ديالما هد أش اللي كن بدون نزعوه كملاحظة ديالما هد أش اللي كنزعوه خسكم تحاولوا تنزعوه من الطرف عندي مجموعة درد الهيدروجين حاولوا ديالما تنزعوه من الطرف لغ لاحظتوا معي هنا بحل إن أش كات بيس حيدنا من الطرف هنا بحكم عندي درد روحة ديالهيدروجين ودرد روحة ديالهيدروجين دون كان حيدة من هنا هيا أولا كان عندي بزاف درد ديالهيدروجين بحل هنا حيث عندك هنا أش لاتة وهنا عندك أش لاتة هنا ديما حيدة من هذه اللي كنا في الطرف هذه اللي في البداية خليها مزيد ندوز المثال آخر قاعدة نبدأ ب نسموها للتفاعل إذا أنا قنصحكم أنا ديما لعندك حمد أو قاعدة نسموها للتفاعل والبقية ربا يسهلها لك يبقى نحط الحمد يالي هو اش سي او اش ثمان اش سي او موا زائد اش بيس لاحظ معي اش سي او 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 حيث اش اللي كان في الطرف اي اش بيس اش بيس مجابخ سواحد للإشارة ساليبة في القاعدة اللي هي اش سي او موا إذن القاعدة ديالنا هي اش سي او او موا والمزاويجة ربا نحط الحمد ونحط حلها القاعدة عندي اش سي او اش اش سي او موا ندوزها بالمثال آخر هنعطاني نسموها هذا لا اذا شكونا هو الحمد قرب معي البال الحمد نحطي نحطه هنا لك عندي اش سي او القاعدة هي لحظة اش بليس لك هي سي او موا والمزاويجة ربا هي اش سي او سي او موا مزيد ندوز المثال آخر اش ثلاثة او بلس اش اثنان او الحمد هو اللي ما عليها صعر اذا ها اش ثلاثة او بلس القاعدة هي هاتي هو الماء تعرفوا الجزئة الماء هي اش اثنان او اذا ده بل ما نكتب هنكتب اش ثلاثة او بلس القاعدة اش اثنان او وبقال هي البروتون اش بلس اش ثلاثة اش بحكم انا عندي درد الهيدروجين فقط في البداية ونحيض واحد اش اش اثنان او اش بلس كاتمشي هي الاشارة الموجة بالفوق اش اثنان او ولا ده بتجربة الاخر اش اثنان او اش اوم وا اش بلس اذا اعطاني ده بنسب الحمد الحمد هو اش اثنان او ولا شكونا اي القاعدة هي اللحظة اش بلس اش اوم وا ولمزدوجة نضع اش اثنان او اش اوم وا اذا لاحظوا معي المثالين الاخيرين حيط بنت الرقب بلواحد نفهم جديد لاحظ معي لاحظ معي في المزدوجة H2O كان الهج جي وقالها قاعدة في هذه المزدوجة وكان عليها صار في المزدوجة اللي كان الأخرى يعني هنا لعبت دور حمد وهنا لعبت دور قاعدة وممكن ترع لجدول باش تأكد هذا قلنا دي الحمد وهذا دي القاعدة إذن هنا H2O لعبت لي دور قاعدة في هذه المزدوجة وH2O في المزدوجة الخورة لعبت لي دور حمد باش تأكد هاي تأكد كذلك المنسبة على التفاعل هذي قلنا دي ما حدها القاعدة إذن هذه القاعدة وH2O إذن هنا حدها حدها القاعدة إذن حكم هذه القاعدة إذن هذا دور حمد إذن هذا حمد H+, ندي ما كين حدها القاعدة ها هي كين حدها H2O إذن هذا H2O هنا لعبت دور قاعدة نلعبت دور حمد نلعبت دور قاعدة إذن هذا هذا النوع الكيميائي اللي ممكن أنه يلعب دور حمد في واحد المزدوجة ويلعب دور قاعدة في مزدوجة أخرى مثل هذا المثال للماء H2O يسمى أمفوليت أو أمفوتار اسمين حال بحال أمفوليت أو أمفوتار أمفوليت أو أمفوتار وكل نوع كيميائي طارة يعني واحد المرة ممكن يلعب دور حمد طارة يلعب دور حمد في مزدوجة وطارة أخرى يلعب دور قاعدة في مزدوجة أخرى يعني ممكن يلعب دور حمد في واحد مزدوجة وممكن يلعب دور قاعدة في مزدوجة أخرى أمفوليت أو الأمفوتار وكل نوع كيميائي قادر لانه يلعب التقلة الحمض في المززوجة ودور قاعدة في مززوجة اخرى مثال الماء في المززوجة الاولى انا دور مدور رجل هنا اثنان قاعدة هنا ديما الحمض يكون هنا الحمض حمض للمززوجة وبقاعدة فهذا مززوجة الاخرى ل resurrect دور حمد إذا لك يتسمى أمفوليت وأشير إلى أنه ليس النوع الوحيد هناك عدة أنواع كيميائية أخرى تسمى أمفوليت الذي يمكن أن تلعب دور حمد وحمد في مزدوجة وقاعدة في مزدوجة أخرى الآن نمر للتعريف آخر جدا مهم في الدرس لا يمكن أن نشرح منه مجموعة هذه الأشياء تابعوا معي كيف تفهموا ما يريد أن نقصد إذا لدي ما يسمى الكواشف الملوين إذا الكاشف الملون تكتعرف ديالو سبحثنا بمزدوجة حمد قاعدة إذا الكاشف الملوين وعبارة على مزدوجة حمد قاعدة المميزة ديلك الكواشف الملونة تسجزت Lex وأكمل ملوينة هذا الكغير ما يتميز حمدته وقاعدته بلونين مختلفين إذا ما يريد أن نقصد مزدوجة حمد قاعدة فالكم Ven إذا الكواشف الملوين الحمد عنده لون والقاعدة لون أخر إذن أخذ الكاشف شكله الحمضي يعني اللون الحمضي أو شكله القاعدي حسب الـ pH المحلول الذي يوجد فيه يعني الكاشف يتغير اللون دياله حسب الـ pH المحلول اللي كان فيه وش المحلول الحمضي أو المحلول القاعدي و pH كما قرأنا سابقا محلول حمضي pH قل من 7 محاية pH قد تسوي 7 أكثر من 7 قاعد إذن هنا عندي ما يسمى مزدوجة حمض قاعدة الخاصة بالكاشف الملوينة اختصارا الحمض كرمدوليب HEN دونقرة هدي فيها مجموعة للدرات والقاعدة EN1 اختصارا إذن HEN هو استيغل حمضية دي الكاشف الملوين EN1 هي استيغل قاعدية دي الكاشف الملوين إذن ها فالدرس ديانا إن شاء الله هدي نقتصره على مجموعة أو نوع خاص من الكاشف الملوينة اللي هو أزرق البروموتيمول إذن أزرق البروموتيمول بفرنسية اختصارا ببتي بلو دو برو تي موم إذن هنا هدي نبغي نضيف بعض المعطيات الأخرى هذا مجرد شيء أخرى إذن عندي مجموعة الكاشف الملوينة لاحظ معايا هاوما الهيليونتين أحمر الميتي لهذا إذن عندي لون السيغة الحمدية منطقة إنعطاف سولان بأش هتترقوا لها وتشوفوها في تانية باكالوريا لون السيغة القاعدية دي الكل كاشف ملوي إذن إذن avons الزرق البرونينتي مول السيغة الحمدية دي الو اسفر السيغة القاعدية دي الو أزرق وأفضل لأحد معايا الاصفر هو للون السيغة الحمدية دي الازرق البرونينتي مول وفي نفس الوقت أرى الون السيغة القاعدية دي الهيليونتين إذن ما هناك من الصفر أرى لون الحمدية وبGAN obser فا common إذن خير ها هذا هو أزرق هذا هو أزرق إذا أزرق بوامتي مول لون السيغة الحمدية أصفر ولون السيغة القاعدية أزرق لون السيغة الحمدية أصفر لون السيغة القاعدية أزرق لماذا نفعل هذه الخدمات ؟ ترى معي في الفيديو واشفها بعد أن تعرفنا على الكاشف نوغين سوف نحاول نقوم بتجربة نعطيكم النتائج للتجربة لكي نوظفها ونصرح شيء جدا لأننا نصب فيه كأس قليلا من الماء قطرات من أزرق بوامتي مول بباتي اختصارا ونضيف ليه حمد الإيطانويك مازال نترق فيما بعد كيف يمكننا أن نلقاه الأسماء انتلاقنا من الكيمياء العضوية درس المقبلة إذن هنا كم ملاحظة في النتائج نلاحظه لون أصفر لون أصفر لون أصفر لون أصفر هو أصفر ونحن نلقى معادلة التفاعل لاحظه معي نفس سؤال لا يوجد أن نصف معادلة التفاعل وإنما قال لي معادلة التفاعل هذا المعادل التفاعل الذي حصل هو تفاعل حمد قاعدة كيف يمكننا أن نعرفه هالتفاعل حمد قاعدة تركزوا معي وتبعوا معي هالتفاعل حمد قاعدة لون أصفر هالتفاعل حمد قاعدة هالتفاعل حمد قاعدة حمد قاعدة حمد قاعدة وضعته لون إذن هالتفاعل حمد قاعدة لا تكتبها على أساس الملاحظة حيث عندي حمد قاعدة لون المميز لكاشف الملون لون المميز للحمد صغال حمدية لدي حمد حمد وهذا كل ما في النواة واخر هذا المعادل التفاعل لا يوجد أن نعطينا مباشرة تفاعل لي ماشي حاجة إذن نلاحظ مع حمد مع من تفاعل لي مع البابتة والبابتة في جوج في حمد موان هذا حمد إذن هدي الفرصة باش نقولها حمد قاعدة إذن عندك الحمد القاعدة هي إذن هاي تفاعلت لي مع حمد قاعدة للكاشف ملون ها هو واش نعطاني؟ هذا ما عرفناش في النتائج للتجربة ولكن لأنه حسب القواعد تفاعل الحمد قاعدة الحمد يعطيني القاعدة المرافقة للحمد الأول ها هو زائد الحمد المرافق للقاعدة اللي تفاعل مع الحمد حمد زائد قاعدة حمد المزدوجة أولى زائد قاعدة المزدوجة الثانية يعطيني قاعدة المزدوجة الثانية زائد قاعدة عفوا دي المزدوجة الأولى زائد حمد دي القاعدة الثانية اذن التفاعل معكم متفاعلين هاء تفاعلين مع回去 هو تفاعل بين حمد دي واحد مزدوجة مع قاعدة دي المزدوجة أخرى يعطيني قاعدة المزدوجة الأولى زائد حمد قاعدة الثانية نحاول دبنا نفسره نحاول دبنا نفسره عشان وقع فالتفاعله إذا كسبوا لي دبا نسب معادلة دي المزدوجة الأولى يعني ساي آش لاتاس ساي واش نعندي ساهمين همين لأنه نسب معادلة نسب معادلة ماذا؟ إذا نحاول نكتب نسب معادلة الأخرى نسب معادلة دي المن دي الأزرق ببروموتيمو الكاتف مولوي واخر فالتفاعله معايا من اللي كنت نشرح قبيلة من اللي كنت نشرح قبيلة كنت ندير كنت ندير نعود سيفة عامة كنت ندير كنت ندير الحمد الحمد كنت نقول أول الحمد هو أنه زائد آش بلس قد يعطيني آش آش آن لاحظوا معايا هاد آش بلس آه مزيح. اذا هنسم معدلة الاولى نسم معدلة التانية. مزيح. لاحظ معي. هاد سي او اش لات السي او اش فقد لي اي احد اش بلوس. هاد اش بلوس لي فقد هو لي شد لي اي اين مو نعود. سي اش لات السي او اش فقد لي واحد اش بلوس. وهذا اش بلوس لي فقد ره ولي شدته اي اين مو باش تحول لي الحمد دياله او اش اين. اذا نحاول دبان نشوف العلاقة بين هادي مع هادي مع هاد الاشتراحة. دبان الى حاولنا جمعنا هاد. جمع لي هاد. سي اش لات السي او اش اللي جمعناها. جمع لي هاد هذا. هاد. هذا الاطراف هادو مع الاطراف الاخرين. هادو بوحدهم عند السي اش لات السي او ااش اه. اي مات sabot مع اي اين موAT問 هدا حمض عما ما لقاع هذا. هاد اش بلوس. هاد القاوة هي جمعناها خذ غير متفاعدة لان هاد هاد ا commenceا هنا كي شدو هاد الاخرينة اي اي. اذا ما تكسب اش باست هنا كتشدنيه اي اين موات ان متسحيدا اش بلوس كانف هاالطراف وهوا واسبيس كانف طراف الاخر ممكن تحييدها راه kita لن يكون التحديد بالمناسبة وانما يكون انتقال من الحمض وقاعدة أخرى من الحمض من سيوهش لأسيوهش وانتقالت لها القاعدة نسابه هذه نس معدلة هذه نس معدلة وهذه المعادلة الحصيلة هذه نس معدلة الأولى وهذه معدلة الحصيلة نكتب في المززوجات حان نحصل على المعادلة العام سوف نقوم بإرجام وإنيم معادلة الأولى نقصj on sup إذا هنكتب مززوجات chc chc en يستخدم قوة الحمد تفعليه مع القاعدة أعطاني وهو القاعدة دي المزدوجة الأولى وطاني الحمد دي المزدوجة الثاني إذن في المعادلة الحصيلة دي المعادلة التفاعل حمد قاعدة مخص شباليه أش بلوس أش بلوس فقط كباليه في أنصاف المعادلة من اللي ندعي الحمد والقاعدة المرافقة لها هذي قاعدة هذا الحمد المرافق لها أما بخصوص معادلة الحصيلة اللي نحصلولي عن طريق جمع أنصاف نجمع أنصاف المعادلة للحصول على معادلة التفاعل حمد قاعدة لا يظهر اش بلوس وفي الحقيقة هو لأنه تنتقل لي من المزدوجة الأولى المزدوجة الثاني تافقني إذن هذا هو تفاعل حمد قاعدة حمد وزايد قاعدة المزدوجة الثانية يعطي قاعدة المزدوجة الأولامة حمد المزدوجة الثانية الفقرة أخرى مهمة شفنا التصرف دي الكشف ملوين في وسط حمدي دا بغادي نشوف التصرف دي الكشف ملوين في وسط قاعد حالة السابقة قليل من الماء وقطرات من الباباتي غيره في حالة السابقة زدنا الحمد إذا كنت تكلم عن وسط قاعدة إذا مجبارين أن ننضيفه نحن القاعدة إذا نضيف إليها قليل من الأمونياك الأمونياك قاعدة إذا نلاحظوا الظهور لون الأزرق المميز للصغر القاعدة أي أنموة الكشف ملوين اوه نتطلقت من معادلة الحصيلة للتفاعل وضعت من الأنصاف المعادلات هذا غير نتطلق من نصف المعادلات ونحاول نخلق المعادلة الحصيلة بك يپران من الطرق القاعدة إذا نصف من المعادلة الحصيلة قاعدت على طرق التجربة ونطلق إن Favorite iii5 出去 لوضعت من الأنصاف معادلات ونحاول نعرف طرقين جوش نعم، إذن هنا نكسب بنسب المعاللة الأولى خصين نعرف عن مزدوجات المسدخلة إذن عندي الباب التي عنده المزدوجة الأولى لكاشف ملوان المزدوجة الثانية نش 5 قاعدة قاعدة خصوة هنا نش 3 ، الخصوة المرافق لها الحمد المرافق لها خصوة نزيد ح بلوس نضيف انصاف المعادلة على ما يمكنك التفاعل بنا؟ نحن نضيف انقام هنا. هذا حمل اما انقام القاعدة نشل في قاعدة نشل في قاعدة نشل في قاعدة تحديد آخر زائد اش بلوس. اي اناش الاتة زائد اش بلس كتاباني ان اش كتاب بلوس. الكل يقول ليه ماذا لا تدريش ان اش كتابة تاليت هنا. حيث انا كنت بتنطيع في المعادلة الحاصلة ايه ان اش تلاسة كانت متفعيلة. نضيف محط قاعدة زائد اش بلس كتاباني ان اش كتابة. هل هذا نصف معادلة الأولى. نصف معادلة من دوجهه هاتف. انا نكسبوا نصف معادلة الثاني لاحظ معي. انه قاعدة. ضروري يكون لدي الحمض هنا. الحمض المزوجة الخرى. بندير اش اي ان. يعطني اي ان وزائد اش بيس. اي نسف المعادلة. بحال هذه درناه سابقا دي ما قنحط اش بيس هنا. بحال درناه سابقا اي عدده يقلبتها توضع الحمض هنا والقاعدة هنا لأجلها لأن هذه هي اللي تفعلت هذه اللي كانت متفاعلات دماء أنصاف المعادلة لتبليك مزيان يجب أن تقلبها وليس بإمكانك أن يكون عدده بدون الناس فيها من الناس العادلة ونصف معادلة الأخرى ستجد عدده في الطرف الآخر لذلك تحافظ عليها في الصيغة الأولى لتقلبها من الناس العادلة لأجلها أبدا أنه يمكن أن أعرف تنظر المتفاعلات المعادلة الحصيلا هذا المعادلة الحصيلا المعادلة الحصيلا المعادلة الحصيلا يتفاعل حمض قعيد قاعدة. اذا عندي ان اش ثلاثة زائد اش اي ان سهم واحد. بيعطيني ان اش كات بيز زائد ماذا زائد اي ان مون. اذا ان اش ثلاثة قاعدة. هذا حمز هذا حمز هذا هذه قاعدة. اذا كنت فاعل. تفاعلت لي القاعدة. المزدوجة الاولى هذه مزدوجة واحد كنحدو هذا مزدوط واحد هذه مزدوجة جوج جوس ظل كل تفاعل لي القاعدة. المزدوجة الاولى او الحمز هي مزدوجة jump. والقاعدة هي المزدوجة jump. هذه المعادلة الحصيلة. نحاول هذا نفسره على عشرة ثانية هذا اللون الأزرق. ببساطة. باش نشوف شكون هو اللون اللي يخصن نواتيج حيث دهور لون ركا قصدو به نواتيج مش متفاعلات. إذن اللون أزرق ببساطة لأن إي أنموا هي القاعدية هاي القاعدية دلمن المزدوجات تكسف ملوين. وقلنا سابقا إذا كان عندي القاعدة اللون المميزة دياله وزرق. إذن النواتيج كيظهر فيهم اللون القاعدة بشكل كبير. هذا كشي بشكي يعني اللون دياله أزرق. اللون الحمضي كان في المتفاعلات كان في المتفاعلات تنقص كمية المادة دياله في المتفاعلات المسألة عارفينها. ينقص لي اللون الأصفر المميز له وبالمقابل تبلي كمية المادة كثيرة في النواتيج. ديال اللون القاعدة المميز لكيشف ملوين. كشي بشكي يعطيني اللون أزرق. طفقين معي. مزيح. إذن دمنا حاولون حاولون نكتبوا واحد تعريف مبساط دياله. إذن تفاعل الحمض قاعدة. إذن تفاعل الحمض قاعدة ببساطة. الشيء القيناة بحال هنا. لأنه هو تبادل أو انتقال. ما ينتقل لي؟ هاد بروتون أش بريز. ينتقل لي من. هاد الحمض دياله المزدوجة الأولى. ها هو. ها هو. ها هو. هدرا انتقل. انتقل من الحمض. ها هو من الحمض. انتقل القاعدة ديال مزدوجة أخرى. طفقين. إذن هو انتقال بروتون أش بريز. بين واحد مزدوجة. طفقين. هذا هو التعريف لتفاعل الحمض قاعدة. إذن تفاعل الحمض قاعدة. هو تفاعل بين قاعدة مزدوجة الأولى مع حمض المزدوجة الثانية. ليعطي حمض القاعدة الأولى مع قاعدة ديال المزدوجة الثانية. وهو تبادن. او انتقال بروتون أش بيس. انتقال انتقال بروتون ديال أش بيس. إذن تكون يتبادل ليه. انا بجي فهموها مزيد. اذا نعود نطع التعريف. إذن. التفاعل حمض قاعدة. هو انتقال. انتقال. بروتون أش بيس. بين. احد القاعدة ديال المزدوجة أولى مع حمض المزدوجة الثانية. نترى انتقل ليات. اش. اي اين. اعطني. اش بيس. وهذه هش بيس. ولشدته ان. الاش اي ان. اذا. از اش بيس. اوال شدته ان اش تلات. بحل منتقال ليات. تقلي من اش اي اين. بحل هات اش اي ان. اعطاني واحد اش بيس. وهذه هش بيس يالش داتوا ان اش تلات. فهذا يسلف هذا الهدف هذا الهدف يسلف له واحد البروتون ه بيس يسلف القاعدة الهدف نش 3 الهدف يمكنك التعريف إذا نتفاعل نتطلب له التعريف نحاول نكتبه بسيقا دقيقة نتفاعل حمد قاعدة قاعدة هو كل تفاعل يتم خلاله تفاعل أو انتقال لا له انتقال فروتون أرش بيس أو أكثر مناسبة ليس أي واحد ممكن حالة أخرى يكون أكثر من ماذا؟ من متفاعل إلى آخر سوف نكون بالضبط سوف نكون المتفاعل رهبين تبادل انتقال تبادل بروتون ه بلوس تبادل بروتون ه بلوس بين الحمد و القاعدة إذا التبادل بين الحمد و المزوجة و القاعدة المزوجة أخرى تبادل بروتون تبادل بروتون تبادل بروتون تبادل بروتون تبادل بروتون تبادل بروتون تبادل بروتون